السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بافضل حال وصحة وسلامة وحلقة جديدة هنتكلم فيها هنتحويل ملف الى ورد وازاي نعدل عليه على النصوص بتاعته ونستخرج النصوص بطريقة سهلة وبسيطة هقول لك على طريقتين لو لو انت حابب الربح من الانترنت ممكن تعرض الخدمات دي على موقع خمسات اه اللي ما يعرفش موقع خمسات هتلاقي الفيديو هيصار في علامة بنشرح فيه ازاي تباع الخدمات عليه بالاضافة لو انت مدرس او كده وحابب تعدل على مذكرات او ملفات بدي اف دي هتفيدك صدقني ان شاء الله هقول لك على طريقتين بحاجة سهلة وبسيطة يعني ودي قناتنا طبعا لو انت مش مشترك معنا ياريت تشترك في القناة وياريت تاخد لف على القناة هتلاقي فيديوهات كتير تفيدك في بعض المجالات كل اللي هنحتاجه هو ملف آآ وورد الفين وستاشر برنامج وورد الفين وستاشر هنفتح البرنامج زي كده وهاجي بعد كده اختار ملف بدي اف طبعا الملف بحاول اختاره وانا معكم على الفيديو بحاجة قليلة الحجم يعني طبعا لو اخدنا دي الملف ده البدي اف هلقوه مية وسبعة ميجة نشوفه حاجة صغيرة تانية ونحاوله نعدلهم او كده ناخده مسلا وليكن دي نفتح دي الكتاب ده ونشوفوه ايه هو برضو بدي اف وبعد كده نحاوله بطريقة سهلة طبعا زي ما حاركوا شايفين كده الكتاب طبعا مش قابل اي تعديل يعني خالص هاجة اخده اصحابه كده واضيفه على البيدي اف على الملف الورد بيقول لي هنا هيتم التعديل يعني او قابل التعديل فوقوله موافق هنتظر لحد ما يتم التعديل بتاعه وهيظهر لي قدامي دلوقتي وطبعا ظهر زي ما حضركوا شايفين الكتاب موجود وممكن اعدل عليه زي ما انا حابب يعني مسلا لو حبيت اضيف مسلا احزف القاف اهي زي ما حاكم شايفين ممكن اكتب اللي انا عاوزه عليه طبعا دي رواية مروة زي ما كده وارجع زي ما انا عاوز برحتي كده عدلت او اعرف عدل عليه بطريقتي اللي انا عاوزها دي طريقة الطريقة التانية هقول لك عليها برضو بحيس يبقى معاك الطريقتين لو انت معندكش برنامج اه اوفيس الفين وستاشر ممكن تعمله على جوجل درايف على طول اسهل يعني زي ما حضركوا شايفين كده انا بعدل عليه مفيش اي مشكلة طب اخذوا كوبي عادي الموضوع بسيط مفيش اي مشكلة نخش على الطريقة التانية بقى اللي انا هحتاج الجوجل درايف اللي مش عارفه يعني او اللي مش عارف يوصله بتجيبه الخانة الست نقطة اللي فوق دول وبتختار جوجل درايف بعد كده بقول تحميل ملف جيد وهنا لو انا بحمل مجلد اما اما انا دلوقتي هحمل ملف واحد وهاجي اختار الملف اللي انا اللي احنا حولناه النوبة اللي فاتت وهو ده وهدس له اوكي باللاحظ ساعة اللي هو بيقول لي بيتم التحميل بتاعه هنا اتحمل معي الكتاب وما فيش اي مشكلة وداني علامة صح باجي اعمل للصفحة هلاقيه ظهر هنا ظهر معنا الكتاب هنا بقول له كليك يمين وبعمل فتح باستخدام مستندات جوجل وهنشوف ونحاول انا اول مرة اجرب الموضوع ده قدامكم فهنشوف هيحول ولا هنخلينا عالتاني طبعا نفس القصة حول معانا وما فيش اي مشكلة والتعديل شغال تمام اهو وهتلاقي برضو فيه الهول كان اللغة كتابة فيها حاجة او كده هتحدل براحتك وما فيش اي مشكلة اه يا رب اكون يعني فت بعض الناس في الموضوع او اه ادير توصل معلومة تنفع الناس وربنا اكتبها في ميزان حسناتي اللهم امين بس هي دي كانت حلقة المهاردة و اه فياريت لو انت لسه ما اشتركش في القناة ياريت اشترك في القناة وتفعيل الجرس اكون شاكل لك طبعا ولو تعليق منك يبقى انت كده كتر خيرك في الموضوع وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة